عد تنازلي يتحضر معه المجلس لفض دور عقاده الثاني فبعد من قضت إجازة عيد الفطر بادت التحركات النيابية المتزايدة لحسم أبرز الملفات والتشريعات العالقة علها تكون في مقدمة أولويات الدور القادم وبالعودة إلى ما قبل يوم الدوام الأول من إجازة العيد كانت الرقابة والتوجيه النيابي للأداء الحكومي حاضرة خلال إجازة العيد حيث تصدر الشأن التعليمي وقضية الآيلتس اهتمام العديد من أعضاء المجلس الذين بيّنوا آراءهم وموقفهم منه وطالبوا بالالتفات إلى تطوير مخرجات التعليم وتهيئة الطلاب ليجدوا فرصا متاحة عبر البعثات النواب لم يختلفوا على أهمية الاختبار في تقوية قدرات الخريجين لكن الرافضين منهم رأوا في توقيت التطبيق مشكلة تحتاج لدراسة تحسن آلية تنفيذه أما المؤيدين للقرار من النواب أكدوا أنه خطوة نحو تصحيح الوضع التعليمي وسيساهم في تطوير قدرات الطلاب قبل التحاقهم بالجامعات ملف الآيلتس وغيره من الملفات أبقى أجواء العمل البرلماني في صدارة العناوين وبعودة الأعمال البرلمانية اليوم تبدو الاستعدادات النيابية لإنجاز الأهم قبل الجلسة الأخيرة في دور الإنعقاد الثاني لتلفزيون المجلس أحمد الشمري